وفي نشرة سابقة أكدت السيدة دنيا سرحان الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الخدمات التي تم تطويرها في الوزارة انعكست إيجابا على تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين طبعا تطوير هذه الخدمات ساهم في تقليص المستندات المطلوبة بنسبة 50% وتقليص اتفاقية مستوى الخدمات بنسبة 25% اللي كله أدى إلى التحول الإلكتروني للخدمات الإسكانية بنسبة 100% عملنا في الوزارة على تطوير الخدمات الإلكترونية وطبعا تجربة العميل من خلال إعادة هندسة كل الإجراءات المتعلقة بالخدمات الإسكانية وتبسيط الخطوات بحيث أن الخدمات تقدم إلى المواطنين بأفضل صورة جوانب التطوير اللي عملنا عليها شملت بعد الربط الإلكتروني مع 10 جهات حكومية مختلفة بحيث أن النظام الإلكتروني والمنظومة الإلكترونية تكون متكاملة والاستغناء التدريجي عن المستندات والمعاملات الورقية من ضمن الخدمات اللي تم العمل على إعادة هندستها وتحويلها بشكل إلكتروني شامل كون تقديم تمويل تسهيل خدمات الصيانة إلى جانب خدمات عديدة مثل حق التصرف واستكمال إجراءات التملغ ترجمة نانسي قنقر